موسيقى موسيقى ألا تعلموا أن التائب من الزنب كمال لا زنب له؟ ألم تقرأوا قول الله تعالى إلا من تاب وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم مبدئيا كده موضوعنا النهاردة عن اعتزال الفنان أتهم النابولس عن الغناء وده طبعا مثال لما ربنا بيحب يهدي حد فبيهديه والدليل كمان في قوله تعالى إن الله هيهدي من يشاء ونسكت طبعا لا نعمل حملة ضده وبهاشتاج إحنا هنخش النهارة وحدنا يجي معانه وللأسف بقينا حاجة لطوطوك مبدئيا كده أدهم النابولسي مغني أردني وتولد فاومان وكان متسابق في برنامج اكس فاكتور وصل للمرحلة النهائية بس ماخدش اللقاء بس ليه أغاني عن نت عدت المئة مليون مشاهدة فخمس شهور تقريبا زي هو الحب وأغاني تانية كتير عدت المئة مليون وكمان وصل لأربعة مليون مشترك على اليوتيوب وفي يوم الأيام قرر يعتزل الغناء وده عن طريق انه نشر فيديو على القناة بتاعه بيعلن ده بنفسه وبرر فيه ان المهمة الأساسية للإنسان في الأرض هي عبادة الله والعمل الصالح وجودنا بالحقيقة عشان نقضي رب العالمين نعبد رب العالمين ونكون متل ما ربنا أمرنا ومن هنا بدأت الحكاية وطبعا كل عادة انقسمت أفكار الناس على السوشيال ميديا لجزئين الاول اللي هو شايف ان الكلام ده صح وفعلا صح التاني رفع هاشتاج بيحملوا زنوب يرسلوا الجهنم فعدوا معي كده الحملات واسرع طريقة لإرسال أدهم إلى كعر جهنم وهي تشغيل أغاني مع القرآن وبكده ياخذ زنوب أكدر رقم اثنين اللي اقترح انه يشغل الأغاني بتاعته في الأماكن العامة زي الجيم وعمل كده وهو مبسوط قوي وكان مفتخر قوي باللي هو بيعمله وبيحكي للناس واللي بيقول ان مع كل حرف ألف سيئة وحاجات كتير قوي وبستات بتدل على عدم التوقية في المجتمعات العربية المفروض ان المجتمعات دي اسلامية والمفروض ان هي تشجعه وتشجع غيره ان هي اخد خطوة زي دي طبعا بس نقول ايه الناس اللي بتعمل الحاملات دي عارفة كويس هي بتعمل ايه وطبعا عشان تكونوا عارفين ان الشخص ده لو تاب توبة نصوحة فبإذن الله ربنا يخفله كل زنوبه ومهما الناس حاولت تسمع فأغاني ليه بغرض ان هي تشهيله زنوب فربنا غفور رحيم وعمر ما يزلم عب وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا وقد قطباه الله عليك رفعت الاقلام وجفت السحر رواه الترمزية وعلشان تقرى الحديث كامل هتلاقيه في المصادر تحت واعرفوا ان مفيش حد قادر يشايل حد زنوب الا بإذن الله وعلى فكرة هو مسح كل الفيديوهات بتاعته من القناة واعتقد ان الناس دي مهما عملت فربنا متطلع وعليم بداه وعارف نياته الصالحة والهدى اللي انا عمعلي بيه فربنا يثبته ويقدره على فعل الخير ويكون قدوة لغيره ولينا وعلشان تتابعني وتشوف باقي الفيديوهات فعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل جديد